تستضيف مملكة البحرين غدا الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة الدائمة للحوار الإسلامي المسيحي وذلك بين مجلس حكماء المسلمين والفاتيكان وتعتبر اللجنة الدائمة للحوار الإسلامي المسيحي والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم مشتركة بين مجلس حكماء المسلمين ومقره أبو ظبي ودائرة الحوار بين الأديان ومقرها الفاتيكان واحدة من مخرجات ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي عقد في مملكة البحرين شهر نوفمبر الماضي تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مملكة البحرين وذلك تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود والمبادرات المشتركة لتعزيز الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة حول العالم ودعم جهود الحوار الإسلامي المسيحي والذي يستند إلى تاريخ طويل من التعايش المشترك وما تم التوافق عليه في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني دعما للمشاريع المشتركة بين الإسلام والمسيحية لتعزيز الحوار والتعايش على المستوى العالمي ويمثل مملكة البحرين في مجلس حكماء المسلمين معالي شيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حيث يعمل مجلس حكماء المسلمين على تنفيذ جملة من المبادرات والمشاريع المهمة في مجال تعزيز الحوار بين أتباع الأديان بشكل عام وبين الإسلام والمسيحية على وجه الخصوص تماشيا مع النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعايش الإنساني بين الجميع ووقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقدسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبو الظبيع عام 2019 وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تعد الوثيقة الأهم في تاريخ الحوار بين الأديان في العصر الحديث ترجمة نانسي قنقر